أيضاً وإحنا بنتكلم على الدوري المصري النهاردة كان في عدة لقاءات في الأسبوع الثمانية وعشرين أبتديها مع حضراتكم من خلال مباراة حرس الحدود والمقاولين العرب وفوز المقاولين العرب 2-0 وبالتالي يعني خلي بالكم برضو يعني إحنا حرس الحدود كده الأمور بالنسبة له بقت صعبة جداً جداً خصوصاً إحنا 26 لقاء حتى الآن حرس الحدود في المركز 16 وفي المركز 18 أصدي وعنده 16 نقطة فقط يعني خلاص الأمور بالنسبة له بتحسن بشكل كبير أنه يبتعد عن الدوري الممتاز لأنه كان أمل مثلاً النهاردة كان يكسب أو نتيجة إيجابية يبقى فيه أمل فيه المبارات القادمة لكن ده ما حصلش حقيقة والمقاولين فاز 2-0 سموحة وفوتشر 1-1 طلع الجيش وفاركو سموحة وطلع الجيش وفاركو 2-1 لمين يا جماعة لأنه كان شغال دلوقتي وأنا داخل لطلع الجيش 2-1 كان 1-1 وبعد كده دلوقتي تقدم لطلع الجيش 2-1 طيب هنبقى معاكم برضو في نتيجة طلع الجيش وفاركو ونقول لكم النتيجة النهائية بعد ما تنتهي المباراة ده بالنسبة لمباراة النهاردة بكرة إن شاء الله البنك الأهلي والإسماعيلي والخميس هيكون مباراة الزمالك وأسوان وعندنا بكرة على فكرة كاس مصر يعني دولة 32 لسه مخلص نتيجة إن طبعا بيرمز كان موجود ما لعفش لقاءه أمام رايا هيكون بكرة الساعة 6 مباراة طبعا زمالك وأسوان ده هيكون في الأسبوع الثمالك وأسوان ولكن هيكون يوم الخميس أمام أسوان وبيرمز هيلعب بكرة في كاس مصر دولة 32 أمام رايا الساعة 6 ده بالنسبة لمباراة القرى في مصر سواء بقى أسبوع الثمالك وعشرين وبقية اللقاءات سواء بكرة أو بعده وأيضا كاس مصر دولة 32 اللي ما تلعبش بالنسبة لبيرمز أمام رايا وبتالي ده الشكل الخاص بالدوري المصري خليني بس أقول لكم يعني بعد النتائج اللي احنا شفناها الليه الدوري المصري حياة فيوتشر بالرغم يعني إنه هو يعني النهاردة تعادل لكن مازال في المركز الثاني مازال في المركز الثاني فريق بيخسر نقاط بالنسبة له هو حتى الآن بالرغم لو بيخسر نقاط لكن موجود في المركز الثاني طبعا بدي الفرصة اللي قال إنه ما فيش منافسة خلاص هذه التعدلات وهذه النتائج بالنسبة للفوتشر كان ممكن ممكن إنه يكون فيه منافسة ولو بسيطة لكن بالتعدل ده برضو النهاردة الأمور بتبتعت خالص برغم النادي الأهلي بقاله فترة ملعبش في الدوري الممتاز إلا إنه ما زال موجود في المركز الأول بفارق نقاط يعتبر إحنا نتكلم في القطوطين آه لكن خالوا النادي الأهلي لعب واحد وعشرين لقاء حتى الآن فيوتشر صاحب المركز الثاني لعب سبعة وعشرين مباراة في الدوري الممتاز بيرمز لعب خمسة وعشرين زمانك ستة وعشرين مواني العرب تمانية وعشرين طبعا فيه فرق لعب الثمانية وعشرين لقاء وفيه فرق لعب ستة وعشرين أنا بتكلم على ما بعد المركز الرابع وفيه فرق لعب طبعا سبعة وعشرين لقاء يعني الأمور متفوتة لكن في الآخر إحنا بنقترب من نهاية الموسم والنادي الأهلي متربع على قمة الدوري الممتاز يعني طبعا عنده بعض المؤجلات في الدوري الممتاز تقدر وكفيلة إنها تخليه يبتعد تماما عن فيوتشر وأي فريق آخر لو كسبهم كلهم ده بالنسبة ليه جدول الدوري اللي قدام حضراتكم خلاص الأمور بتبقى صعبة جدا الأيام القادمة الداخلية والبنك الأهلي طلع الجيش والإسماعيلي وحرس الحدود طبعا كل الفرق دي بتحاول تبتعد عن شبح الهبوط بالنسبة ليه المباراة القادمة هتبقى حساسة جدا وصعبة جدا على الفرق كلها والفرق كمان اللي هتقابل الفرق اللي هي موجودة زي ما بقولوكم كده فيه مؤخرة جدول الدوري واللي بتحاول تبتعد عن شبح الهبوط هتبقى صعبة جدا جدا بالنسبة لهم كان السنة اللي فاتت على فكرة قلنا إن الفرق اللي بتلعب على صراع الهبوط أو تبتعد عنه هتبقى هي اللي هتحدد مين اللي هيكون بطل الدوري وده حصل الحقيقة في بعض المباراة اللي مثلا ما تشاط لعبة اللي نادي الأهلي اللي لاعب فيها الأمور بالنسبة له أمور كثيرة جدا وأنه أخذ الدوري نادي الزماني لكن السنة دي عكس كده تماما هيحصل إن النادي الأهلي هياخد الدوري من بدري شوية يعني هياخد الدوري من بدري شوية الأمور بالنسبة له سهلة طيب